أهلا بكم في نشرتنا المفصلة وننقلها لكم اليوم من برنامج قضايا وأحداث ونبدأها مع بعض بأبرز العنوين متحدث الحكومة إطلاق حملة اليوم لتنفيذ قرار ارتداء الكمامة على المخالفين وعليكم الآن تفاصيل الأخبار قال المستشار نيدر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزاراء أن أي مواطن لا يلتزم بارتداء الكمامة في الأميكن المغلقة سوف يعرض نفسه لدفع غرامة وقدرها 4000 جنيه مضيفا أنه سيتم إطلاق حملة اعتبارا من اليوم على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بإنشاء 500 ألف شقة لصالح سكن لكل المصريين الإدارية العالية تستقبل 75 طانا على نتيجة انتخابات النواب وتفصل فيها السبت المقبل دار كريستي تطلق مزيدا لفئة فنية جديدة في الشرق الأوسط انتهي تصوير خيط حرير ومياز دين تنتظر ردود الفعل على الحلقات الأولى جهاز تنمية المشروعات يوقع عقوبة تشغيل الشباب في 11 محافظة محافظة البحر الأحمر رفع كفاءة الطرق المتضررة من آثار السيول خلال 24 ساعة التضامن تستجيب لشكوى السيدة بالمنوفية وتبحث إعادة فيزا تكافل وقرامة لها ميار شريف تتأهل الدور السيني من تصفيات بطولة شارلستون للتنس وشكرا لكم